كابتن عصام تحيات لحظاتك الأول أهل بيك كابتن محمد وأهل بكل مشاهديك الكرام الله يخليك يا كابتن يعني برضو تقييمك للماتش مبارح في الجزء التحكيمي كابتن عصام الفتاح شافه إزاي وساعدته بالمباراة تنتهي بدون أي مشاكل أو بدون أي اعتراضات للأجهزة الفنية وده طبعا ساعد بيبقى غريب شوية كده على الأجهزة الفنية في مصر يعني عندك الحمد لله طبعا بشكر طاقم التحكيم على الأداء الرائع في مباراة بقيمة الأهل والزمالك مباراة فيها ثمان أهداف فيها ثلاث رقل الجزاء فيها فترات بدأوا بعض اللاعبين في أنهم يفقدوا عصابهم بدأوا أنهم يتنشنوا استطاع أنه بإدارته الجيدة والحكيمة للمباراة أن يسيطر على هذه الانفعالات بشكل جديد استطاع أنه يواجه اللاعبين استطاع بكراراته العادلة أنه يكتسب احترام اللاعبين معظم فترات المبرامة عدا فترات معينة بعض اللاعبين حاول يفتعلوا حاجات مش موجودة أو حصل لهم تنشن نتيجة من الممكن للنتيجة نتيجة الأشياء أخرى ولكن هو تعامل مع كل هذه المواقف بسببات انفعال غير عادي الحقيقة نتيجة له هدوءه وتركيزه إدارته جيدة للمباراة طب كابتن خلال اللقاء في بعض اللاعبات أو الكرات نفسها كانت تستحق الطرد هل كابتن محمد من خلال الحكمة التي تقول عليها كان بالنسبة له أنه يدي الإنزار الأصفر أفضل ما يدي الإنزار أحمد وتبقى الأمور تتفلت أو يحصل إنفلات في المباراة؟ لا هو تعالي نحلل يعني أنا طبعا شهدتي مجروحة ولكن نرجع لكل المحللين على مستوى القنوات تعالي نحلل نجيب أي حالة منحللها من الحالات اللي البعض قال إن هي تتضحك كرطة أحمد ما كانت فيه كرطة أحمد كرطة أحمد ليه إعتبارات معينة وليه قانون معين اللي هو لازم يكون هناك استخدام كوة زيدة قول لي مين يستخدم كوة زيدة في خلال تدخلاته حتى اللعبة اللي قالوا عليها كرطة أحمد ما بين زيزو أفشع لما اعتقد لا تتتقي على الإطلاق لأكثر من الكرطة الأصفر ولا وجود الاعتبارات يعني لعبة طاري حامد مثلا والسلاء كابتن وزيزو برضو كلها لا تتتقي بالكرطة لحل كرطة الأحمد يحتاج إلى كوة زائدة أو كوة مفرطة لأن يتم استخدامها في خلال هذه المغرأة من قبل أي لعبة على الإطلاق أنا بخدمك بكل أمانة وده على فكرة من كل التحليل على فكرة بالنسبة للتحكيم ما جاش أي حالة فيها تخدام كوة زيدة عشان يكون هناك كرطة أحمد صلى المغرأة تحليل لضرب الجزائي للزيمالك من وجهة نظر حتى كابتن وزيزو أولا رقص جزائي للزيمالك البعض شكل فيها في شكل كبير لكن هناك في عرقلة ومسك بميتيشيرت في عرقلة من علي معلول وفي مسك بميتيشيرت من أيمن أشرف لسيف الجزير نفس الكثة بالنسبة للبابتين الجزائي للناديد أهلي نفس الكثة كان عطاكت حمد المسلوسي لما أتذكر يعني هو الابتكب المخارفتين وكانوا واضحين جدا رقلات جزائي وما أعتقدش أن حتى لو كان اعتراض بسيط فهو اعتراض عادي المقبول في كرة القاضية طيب أنا بس سؤالي ما قبل اللقاء كابتن واختيار كابتن محمد عادل بذاته كان الكلام أو كان المنحصر الأسماء على كابتن بريمور الدين كابتن بنا كابتن محمد عادل هل تم اختيار كابتن محمد عادل نتيجة أن يعطاء فرصة لي أن السنة اللي فاتت كابتن بنا هو اللي كان متواجد هو بص هي الشيء اللي قد الأدفانتج لمحمد عادل كلهم مستوى متقارب وكلهم حكام كبار الأدفانتج اللي خاده محمد عادل اللي هو أنه ما قدرش المباراة قبل كده وأنه بنفس الكفاءة وأنه قدر مباراة الأهل الإسماعيل بكفاءة عالية في بداية الدولة فكل هذه العوامل ويمكن العامل الرئيسي زي ما قلت كابتن محمد هو أنه ما قدرش اللقاء قبل كده فقلنا ندي نوسع القعدة وندي له الشرف زي ما خدوا الحكام أمين عمر والبهماو وبرهيم نور ومحمد الحنفي زي ما خدوا هذه الفرصة إدن نفس الشرف لمحمد عادل نوادي طيب كابتن خنيني برضو من خلال تعود حياتك يعني بعض الأمور القانونية في لعبة كورة القدم لأنها تفيدني فيها أثناء لعبة ضربة الجزاء خاصة في النادي الآية كان فيه كورة في الملعب هل الكورة دي كانت تستوجب إعادة ضربة الجزاء مرة أخرى؟ هي رقلة الجزاء كانت هي فيها كل الكلام أولا إعادتها ثانيا الكورة اللي حدثتها قلت عليها فو طبعا الكورة اللي حدثت عليها للحظة ما علي معلول كان بيسدد الكورة تم كثف كورة داخل الملعب وداخل مطات الجزاء هنا كان الحاكم الأشار باستقناف اللعب وعلي معلول بيسد في اللحظة اللي لو بيسدد فيها علي معلول كانت الكورة دي ايه موجودة داخل مطات الجزاء هل الكلة دي أثرت على أي einen حد؟ هل الكلة دي تدخرت في اللعب؟ لم يحدث هذا فهنا الحكم بيسمح بإسترار اللعب وطالما الكرة ما أثرتش إنه بيحتسب لو الكرة جاد جون بيحتسب الهدف لكن الحالة الوحيدة إن الحكم يوقف اللعب إذا وقتدخلت هذه الكرة في اللعب أو الرابط بشكل كبير من مكان اللي هتسدد فيه ركز جدار وما يتمش أي قرار من الحكم في الوقت ده كنت بخصوص الفريق الخاص بناتز ملك أو أي حد من الأجهاز الفني أو الأجهاز الإداري في ناتز ملك ما إحنا ما عرفناش مين اللعب الكرة للأسر هما لو عرفوا مين اللعب الكرة كان هيأخذ طرد أحمد ولما أنت ما بتعرفش كابتن كحكم بتمشي الدنيا خلاص الأمور تمشي ولا بيبقى فيه حد هو اللي بيبقى مسؤول على الجهاز نفسه مستر كارتلون بيتم طرده تقريبا ده على حد آمن هقول لحضرتك لو حد من الجهاز نادي الزمالك أو نادي الأهل اللي رمى الكرة دي تمام كان هيروح الحكم يسأل المدري الفني من اللي رمى الكرة هيقول له أعطمع فتاة هيقول له معرفش هيقول له بالمدري الفني لكن ممكن يا كابتن محمد إن اللي رمى الكرة دي يكون أحد الصد يحامل الكرة ممكن يعني برضو يكون أحد من دول هم اللي رمى الكرة يعني طيب كاتن الدور التاني للمباراة القمة أيضا هيكون حكام مصريين أعتقد بعد هذا الأداء أعتقد أن ما نتكلمش بقى في القصة دي ناسك الحكام المصريين لأنهم أكبرونا أن ناسك فيه وياريت القلة القليلة المتعصبة والعيونها دايماً بتشوف بالألوان ياريت تبعد شوية وتسيب المتعة اللي موجودة في الدورة يستمر وتشيب التحكيم يشتغل ويكتهد ويستمر المدربين واللعبين ونتفرج على كرة قدم ممتعة في هذا الموسم اللي بدأ بشكل ممتع انت شاف معظم المورات يا كابس محمد كلها أهداف غير عادية يمكن ما حصلتش منذ سنوات طويلة في أي دور دوري المصري هذه الأهداف اللي حصلت حتى في ثلاث أسابيع فقط ما تشاله زمالك بتشوف تمنتك وان واضح أن فيه متعة كبيرة قوي من حيث التسوير من حيث التنظيم فأنا بشكر تحدي القرورة بشكر القرورة للعندية آآ بشكر زمالي فلانة الحكام الكود الحقيقة بيشتغل إنه يقدم منتج رائع للدور المصري طيب